احكي لكم حكاية صلوا على رسول الله كان في واحد اعزكم الله محتال مصابع حشا وملأ فم حماره اعزكم الله جنيهات وقطع من الذهب رغم عنف فتح فم الحمار وحشا وذهب به الى السوق نهق الحمار تساقطت الايه قطع الذهب من اين من فمه الناس اجتمع فيه الدنيا ملينة عجيب ده حمار عجيب ينهق من هنا الذهب يتنثر منه طبعا الناس دخلوا في ايه فيما زهد عبطول فورا الذهب ده يذهب بعقول الناس اقول لك شي انت لما قلت لك قبل كده لما تمشي في السوق وزوجتك ماشي مستكينة فجأة تختفي منك تجي تفين اول ما تلاقي الاصفر يقول لما سمي الذهب ذهبا لانه ذهب بعقول الناس ذهب اللغة العربية اللغة عجيبة ذهب خلاص سبحان الله المهم اشتراه كبير التجار بسعر عالي روح البيت الحمر ينهق ما هو ذهب بقى خلاص سمي حان الله يعني إلا نسأل الله ان يعيذنا وياكم من الطمع ها الطمع مش إلا شوف الرقي عرابي ايام البداوة الحقيقية والخلق العرب الاصيل مر وهو ضمآن على خيمة وجد فيها امرأة قال يا امت الله عمت صباحا دي كانت تحية الجاهلية عمت صباحا عمت مساء عمت صباحا ايسر ما عندك اريده واصعب ما عندك لا اطلبه شوف الكلام كل ده عشان ايه عايز يشرب دي ويس جيني وخلاص المهم يعني ايسر ما عندك اريد ماء شرب ف ثم قال لها لو كنت اعرف اسمك لشكرتك هي الاول غيرت له لو كنت اعرف اسمك لقلت لك هنيئا يا فلان شو الادب هي برضه حركشة شوية صح ورد شرب وقرار فبس يعني لو اعرف اسمك قلت اقول هني انا يا فلان قال اسمي في وجهك قالت هنيئا يا حسن مش هنيئا يا اغبر لا هنيئا يا حسن مرحن الله فرد عليها قال وَلَوْ كُنْتُ أَعْرِفْ إِسْمَكِ لَقُلْتُ شَكْرَ اللَّهُ لَكِ شَكْرَ اللَّهُ لَكِ يَا فُلَانَةَ هو على جنبه سيف السيف السيف اصلا كان يصنع فين في الهند قال شكر الله لك يا هند السيف المهند يعني مش كعب ابن زهير لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيما قصصناه قال فيما قال في قصيدتي بانت سعاده فقال باليوم مدبول متيم اثرها لم يفدى مدبول الى ان قال ان الرسول لنور يصطداء به مهند من سيوف الهند مسلول فالرسول قال له لك قل مهند من سيوف الله مسلول فشال الكلمة وحط ايه كلمة مكانها مهند من سيوف الله مسلول سبحان الله العظيم فعن ترى كان يقول ايه افضل اجمل الاصوات عندي حسن صوت الهندواني الهندواني اللي هو الايه السيف طب خلاص بلاش انا احكي حكاية ايه انا احكي لي نائمين ما تصحى شو انت هو لا احنا لسه في الاية لا تأخذوا سنة ولا نوم طب العبادة يصحوا شوية لا اله الا الله المهم فالنصاب لما المحتال ضحك على كبير التجار اخواننا العربي يقولوا ما يجعل للمين الا الشاطر والشاطر في اللغة العربية يعني ايه الخبيث اللئيم لا اله الا الله واذاك ما تقولش لابنك شاطر قول ذاكي عبقري ها ما شاء الله يصبق اه عصره يتقدم على سنه لكن انت عايز تشتم واحد قل له انت شاطر يعني انت خبيث ولئيم وشيطان هذه معنى للكلمة في اللغة خلاص هتقول شاطر بعد كده لكل واحد اخواننا حتى بتوع الله يرضى عليهم بتوع مجمع اللغة العربية في مصر في العشرينات قالوا غزتنا اللغات الاجنبية قالوا بعدين قالوا كلمة ساندويتش دي كلمة على الاذن الاجنبية ما قصة الساندويتش الساندويتش ده كان رجل امريكاني لاعب ميسر اصلا يعني اصلا كاين كان يوعد في لازفيقاس دي ليه النهار يلعب قمار يلعب قمار يلعب قمار فكان ما فيش وقت يضعوا له الطعام في طبق وضعوا له الطعام بس اقسموا الرغيف كده وضعوا فيه ما تريدونه من الطعام وانا ايه فسمي هذا الطعام ايه ساندويتش باسم الايه الزبون الامريكي كده سبحان الله فاخوارنا بتوع المجمع الله يسمحهم قالوا احنا هنعربها لكم فعربي عن قال شاطر ومشتور وما بينهما طازج تخير انت تروح للبيع وقول له لو سمحت اديني شاطر ومشتور وما بينهما يقول له روحي على شاطر لعب بعيد انا مش فاضل اه وقد بدك انت ايه فيعني طيب انت عايز تعربها عربها لنا باسلوب يعني بسيط شوي انا حاول او لا قوة انا بالله العيال مساكين بتوع للمرة من استكلم سنة رحت لهم في الجامعة وقول لهم شوف احنا عايزين ان نعرب لغتنا فمثلا اولادي انا دايما مورش الريموت كنترول العيال كلهم دارسين انجلش وفرنسي والماني وقلطنا الرجل جاينا من مريخ اكتبوا لي قلت نقطة ها الحكوم الحكوم عم تحكم في البتاعنا اللي خلنا الله الحكوم كده ما حلوة طيب لو تعودنا عليها انا اذكر في بداية السبعينات دعاوة الاخوة المصرية وانتهم يا اخواننا كلمة هالو ولا الو دي في التليفون لا داعي اتبعني ارفع السماو السلام عليكم تاخد تلاتين حسن بدأوا الاعلام بانت عارف الاعلام اصطدونا بس فيه واحد شيخ طبع لنا جديد يقول قال ايه يحط على الانصر ماشين عنده السلام عليكم انا غير موجود يعني اترك رسالتك بعد سماع صورة البقرة والله 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 العظم ويقتب هذا في صحف ومجلات والناس تضحك وزيما انتم بتحقوا قيد بتحقوا على الشيخ بتحكم لا يليل لله ما عليش سامحكم الله ما دا نتيجة الخير انتم يعطيكم خير تضحق علينا فسبحان الله ان الذين اجرموا كان من الذين امنوا يضحقون واذا مروا به يتغامزون سبحان الله فالمسألة اغرب قال رجل لعمر رضي الله عنه يا ابن الخطاب قالوا نعم ما قولك في من ضحى بضبش فعمر الحروف دخلت بعضها عنده قال تقصد ان تقول في من ضحى بضبش قال اسألك قائلا ما رأيك في من ضحى بضبش حط الض ما كان الضد والضد وفيه الاهجات كده قال يا ولدي تقصد ان تقول في من ضحى بضواحد يضحى بضبش مش بخروف ولا ذا قال انها لغه يا امير المؤمنين فكانت عجب مش لغة صدم عمر بالجملة التانية قال انها لغة مش لغة لغة سبحان الله العظيم المهم المهم فالرجل لما وقع تحت طائلة النصب والاحتيال التاجر راح جمع التجار الرجل ده نصب عليه بعلي حمار عزهم الله بيقول ان لما بينهق بيتقاطر منه تقع منه قطع من الذهب وتلعب الكلام ده نصب واحتيال راح على بيته البيت ما هو عرف ان في حد جاي فر من البيت فزوجته اهلا وسهلا مرحبا مرحبا فاين زوجكي اتصدروا استريحوا وانا ارسل الكلب يحضروا قالوا يا سلام الكلب متعلم عن البرجاد انطلق الكلب لا يلوي على شيء بعد شوية جه النصاب المحتال مع كلب يشبهه الكلب التاني فك كان محبوس وايه ومسدق فك فهم اول ايه اشتابوا موسكرته الحمار وايه عايزين يشتروا الايه الكلب يا سلام على الكلب الاشتريب كم ورفعوا اعلى السعر المؤمن الرجل اخذهم اطلقه ذهب الكلب ولم يعو قالوا لا ده رجل ده الصد حكيتنا احنا نروح لكل راح فقالت لهم انتظروا حتى يأتي جه انت رجل انتظر هل قدمت لهم شيئا لهؤلاء الاكارم الاكابر علية القوم وإحنا العرب يحب النفخ اول ما تنفقه يقولك أنا رئيس المجلس المزراء قالت لا والله فقام الرجل معه سكين نصلها يدخل في ايه في غمدها يعني ما تعمل ازا بتوع الايه الحاوي اه لما النص يروح داخل اغطى عليه ودخل جوه شو اللحواه فطعنها قدامهم عشان بخيلة النص داخل في ال هي حطة كيس في صبغة حمراء سالة دم وعملت روحها ميت قالوا يا رجل اتقل لا 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 انا قتلتها كده مرة قبل كده استنى بس طلع مزمار من فم وقعد يظمر لها راح تصحي عملت لهم القهوة فلا ساووا الموضوع اشتروا لايه المزمار تسمعوا بقيت حكاية المرة الجاية ان شاء الله احتل عليكم احكاها لكم المهم يعني فالمهم اشتروا المزمار رجع الرجل اللي معها المزمار طعن زوجته يظمر لها ايو الله يفتح عليك احنا بيبيعش مزامير هنا احنا في النز ده الله يرضى عليك لا احنا بيعوا المزامير المهم ان شاء الله طعن يا خبرة بيت كل واحد سبحان الله قال والله يا اخي طعنت زوجتي جدي تزمر لها بالمزمار لم تستيقض طب بعدين قالوا ديني بس انتهت اعطيني المزمار راح ده طعن زوجته ده طعن زوجته قال لا 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 فتخلق ودي كانت وسيلة من المهم تخلصوا بعد ما تخلصوا خلي بالك قالوا لا يا رجل ده يعني ضحك علينا كلنا وعلى المدينة كلها راحوا حطينه اعزفهم الله في شوال كيس كبير قالوا احنا نرمي في البحر فقدلوا شايلين وضخم الجثة تعبوا حطوه في الكي الكيس وايه استقرق في النوم كبس عليه وناموا الرجل ايه يستنجد مر راعي غنم ليه واحد جواكيس في ايه قالوا فكوني بسرعة فقه قالوا الناس دول عايزين يزوجوني بنت اكبر تجار المدينة وانا احب بنت عمي وانا مليجي دعوة في المال لاندها ملايين والاف وانا مليجي دعوة قالوا لا لا فق 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 امشي انت وراح داخلوا في الكيس عشان ايه يزوج بنت بقى الطمع بعد عن الطمع والله لا 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 المهم سبحان الله صحي والجماعة مسكين الراعي الغنم المسكين ورميون في في البحر هو اخذ القطيع الغنم ورجع على البيت رجعوا المدينة دي اليوم قالوا انت انت جي اللي جابك قال انت لما رميتوني في البحر قالوا بالك انت طلعت حرية من البحر قالت خد الدنانير الذهب دي اشتري بها اللي يعجبك اشتريت بها قالت بس خلي بالك لو اصحابك دول رموك جوة شوية في الغميك كانت تطلع اختي الكبيرة الحرية الكبيرة دي اغنى كانت تعطيك اموال اكتر المهم كلهم سبحوا عشان ايه اقابلوا الحرية الكبيرة وغرقوا جميعا وتملك الرجل المدينة كلها من المحتال الكيان الصهيوني ومن زوجته الولايات المتحدة ومن اهل المدينة العالم العربي هل وصلت القصة